خروجاً من دائرة الظلام التي رسمت ملامحها أزمة الكهرباء وأربكت سير الحياة، لجأ اللبنانيون إلى مصادر الطاقة المتجددة معاولين عليها لتوليد الكهرباء في وقت يأن اقتصاد البلاد من أصعب الأوضاع الاقتصادية المتردية. ففي أشد أشهر الصيف حراً، زادت معاناة اللبنانيين من توجه الحكومة لتقنين الكهرباء لساعات طويلة يومياً، بسبب نقص الوقود المشاغل لمحطات الكهرباء، ولذلك كانت طاقة الشمس حلاً لدى الكثيرين كبديل لتأمين الطاقة. مما زاد الإقبال على تركيب وحدات الطاقة الشمسية من قبل المصانع والشركات وأيضاً في المنازل، تحسباً لارتفاع أسعار المزوت مع رفع الدعم عن الوقود، مما أنعشى سوق معدات توليد الطاقة المتجددة. حيث تبدأ تكلفة تركيب وحدات الطاقة الشمسية من ثلاثة آلاف دولار، وتستمر في توفير الكهرباء لمدة تصل إلى خمسة وعشرين عاماً، مما يجعل الاستثمار فيها مجدياً للأسر وللمصانع التي عادة ما تسترد تكلفتها في خمس سنوات. كما أن التوجه في الاعتماد على الطاقة الشمسية سينعكس إيجاباً على الحكومة اللبنانية، إذ سيخفف من الضغط على الشبكة الرئيسية للكهرباء الحكومية ويقلل من تكاليف إنتاج الكهرباء واستيراد الوقود حفاظاً على النقد الأجنبي. وفي ظل ما يمتلكه لبنان من موارد طبيعية تمكنه من إنتاج الطاقة البديلة، هل ستكون حلاً مستداماً للكهرباء وتخفف من وطأة الأزمة على المواطن اللبناني؟ ترجمة نانسي قنقر